في سرد بعض المسائل التي اختلف فيها الوهابية مسائل العقيدة طبعا نتكلم الآن نحن نقرأ في هذا الكتاب الذي هو بعنوان الإشارات الجلية في بيان بعض التناقضات التيمية يقول هنا طبعا هذا الكتاب لأخينا الشيخ ياسين ابن الربيع يقول هنا تحت هذا العنوان الخوض فيه هل النزول يستلزم أن يخلو من العرش بين أدعياء العقيدة السلفية يقول هنا خوض أدعياء السلفية فيه هل يلزم من نزول الخالق يعني النزول الخالق والثلث الأخير من الليل هل يلزم من نزول الخالق أن يخلو منه العرش أم لا يخلو تعالى الله عن ذلك يدل يقول هنا أخونا الشيخ ياسين يدل مجرد خوض الوهابية والسلفية في هذه المسألة يدل على ماذا؟ قال يدل دلالة واضحة على أن القوم يعتقدون بأن ربهم ذاك كتلة وحجم ممتد في الأبعاد يملأ العرش الأمر الذي يفسر ربطهم المباشر بين خلو العرش بعد نزول الرب منه إلى السماء الدنيا يعني هنا يريد أن يقول أن هؤلاء طبعا هذا لا يحتاج إلى عناء في الإدراك أن هؤلاء يحملون الاستواء على ظاهره الحسي والنزول على ظاهره الحسي ولذلك وقعوا في هذه الورطة التي لا مخرج لهم منها طالما حملوا الاستواء على أن الله بذاته هو في مكان أو متخذ مكان على العرش وأنه ينزل بذاته نزول حقيقي بنقلة ماذا سيحدث الآن؟ الآن سيحدث أنه هل يخلو منه العرش أم لا يخلو؟ كيف ما أجابوا وقعوا في الإشكال؟ إذا قالوا يخلو منه العرش إذن صار العرش فوقه إذا نزل هذا إشكال أول إشكال ثاني أن الله ليس على العرش أصلا لأن السلس الأخير لا ينفق عن السماء الدنيا ما هو ليل في مكان في جزء من الأرض هو نهار في جزء من الأرض في الليل يدور لدوران الأرض حول نفسها فالليل إيش؟ ينتقل من مكان إلى مكان وبالتالي ينتقل السلس الأخير من مكان إلى مكان ولا ينفق لا تنفق القرى الأرضية عن السلس الأخير من الليل وبالتالي الآن إذا قلت نزل حقيقة وبذاته ونزولا ظاهريا حسيا الآن أنت مرغم أن تقول نزل خلا منه العرش وبالتالي لازمك أن الله ليس على العرش أصلا لأن السلس الأخير لا ينفق من السماء الدنيا ولازمك أيضا أن العرش فوقه أنت تقول أن لا هذه الفوقية فوقية الله على العرش وعلى كل مخلوقات هذه صفة كمال وعكسها إذا كان العرش فوقه هذه صفة نقص فهذا يلزمك إذا قلت نزل النزول حقيقيا طيب إذا قلت أو إذا قلت أنه يخلو من العرش إذا قلت لا يخلو من العرش لا ينزل ولا يخلو من العرش أنت نفيت النزول الآن أنت نفيت أنت نفيت النزول حقيقة النزول أنت تقول ينزل حقيقة وبذاته وبنقلة وآين كيف ينزل بذاته وبنقلة وحسيا وأنت تقول هو على العرش أنت نفيت النزول فأنت مضطر الآن إما تثبت النزول حقيقة أو تثبت الاستواء حقيقة أما تثبت تثبت كليهما حقيقة دون ذلك خرط القتاد أو تقول أنا لا أخوض لا في أنه ينزل حقيقة أو لا أخوض هل يخلو من العرش أم لا وبالتالي أنت مفوض بالتالي أنت أنت تقريبا نفيت كليهما على الأقل حقيقة على الأقل أنت نفيت الحقيقة الحسية لكليهما طالما أنت تقول أنا لا أخوض في هذا لا تخوض إذن من الأول لا تخوض من الأول لا تقول ينزل حقيقة وبذاته واستواء حقيقة وبذاته من الأول أنت الآن المضحك سيقولون هذا الخوض في هذا هذا أمر مبتدع مع أنه بنت أم يقول لا أجمع السلاف على أنه ينزل ولا يخلو منه لا يخلو لا ينزل ولا يخلو من العرش أو قول جماهير السلاف أو الآن سنأتي يقول هنا أخونا الشيخ ياسين يقول مفتي الوهابية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يقول الأولى إثبات النزول وعدم الخوض الأولى إثبات النزول وعدم الخوض فيه هل يخلو أو لا يخلو من العرش بعد نزوله يقول هنا يأتينا بهذه الفتاة بهذه الوثيقة من فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي يعني السعودية سابقا طيب وهذه هنا يوضح لنا من أين أو المعلومات عن هذا عن هذا الكتاب اللي هو طبعة محكمة طبعة الأولى مطبعة الحكومة بمكة هنا ما يهمنا هنا أنه أنه هنا يسأل عن الحركة والكلام فيها وكونه يخلو منه العرش إذا نزل أو لا يقول الأولى الأولى لاحظ الأولى العدول عن اللفظ الذي مثل هذا إلى ما كان مألوفا مثل أن يقال على ما يليق يعني ينزل على ما يليق بجلاله أو يستوي على ما يليق بجلاله وعظمته ونحو ذلك قال والكلام في كونه يخلو منه أو لا أو لا قال الأولى إثبات النزول على ما لا يليق بجلاله بجلال الله وعظمته وثبوت الكمال ولوازمه وهذا ما حكي فيه قولان إذن في المسألة قولان في قضية ينزل أو لا ينزل طيب هذه وثيقة أولى وثيقة ثانية عن ابن عثيمين نفس الكلام أنه أنه الأولى أنه عدم الخوض الآن سيأتي أيضا ابن جبرين يقول الأولى عدم الخوض عبد الرزاق عفيفي أيضا يقول الأولى عدم الخوض بن تيمية بقى والألباني لا يقول لك يخلو منه يخلو ينزل ولا يخلو منه العرش لاحظونا نرجع إلى وثيقة وثيقة من ابن عثيمين أولا العنوان يقول أخونا الشيخ ياسين الشيخ الشيخ ابن عثيمين مخالفا extent الشيخ ابن تيمية لأن ابن تيمية يقول ينزل ولا يخلو منه العرش فابن عثيمين مخالفا الشيخ ابن تيمية طبعا هم مخالفون ابن تيمية مكرهين حتى ابن القيم قال فابن تيمية في هذا لماذا لأنه كما سبق أن قدمنا لأنه إذا قال ينزل و لا يخلو أنت نفيت حقيقة النزول إذا قلت يخلو صبح العرش فوقه فهؤلاء هم من أشد الناس اتباعا لظل ابن تيمي هم كظلي لكن هم وجدوا أن هذه ورطة إذا قلت أنه ينزل ولا يخلو كيف نحن شتمنا الأشاعر وكل واحد أول حديث النزول نرجع ننفي حقيقة النزول بذلك هم حتى هم لما قالوا عدم الخوض الأولى عدم الخوض هذا أيضا ورطة أسوأ شدلا هذا صار تفويض والتفويض كما يقول ابن تيمي شر أقوال أهل البدع طيب ابن عثيمين مخالفا نعود ابن عثيمين مخالفا الشيخ ابن تيمي ينزل الباري إلى السماء الدنيا وليس لنا الحق أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو بعد نزوله هذا الوثيقة هنا من شرح العقيدة الوسطية العقيدة الوسطية لابن تيمي شرحها هنا هذه شرحها لابن عثيمين وهذا هنا من دار ابن الجوزي المجلد الثاني صفحة صفحة 16 هاي 16 يقول أما الاستواء على العرش فهو فعل وليس من صفات الذات وليس لنا حق فيما أرى لاحظونا يعني يشير إلى المسألة خلافية أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم هل تسكت؟ اسكت إذن من الأصل لا تقول ينزل حقيقة لا تقول ينزل بذاتي لأنه هذه باعتراف الألباني أنه ينزل بذاتي هذه لم يقولها الصحابة أو استواء بذاتي لم يقولها الصحابة استواء حقيقة يعني ينزل حقيقة هذه أيضا أنكرها الذاب يعني كلمة حقيقة أن تقول حقيقة من الأصل قل ينزل كما أخبر لا كما يخطر على باع البشر كما جاء أو روي عن أحمد والشافعي وما إلى ذلك وهذا ممكن نعلق عليه لاحقا طيب من الأصل إذن أنت التزم ما التزم به الصحابة ولا تتكلم في هذه المسائل لأن هذه المسائل لا تكلم بها الصحابة ستتكلم إذن أكمل إلى الآخر ولا تتورع عندما تسقط في هذه في هذه المنحدرات وفي هذه الورطات ابن جبرين يقول أخونا الشيخ ياسين يقول الشيخ ابن جبرين مخالفا شيخ ابن تيمية نؤمن بالنزول في حقه تعالى ولا حاجة لنا في التكلف هل يخلو أو لا يخلو منه العرش بعد نزوله يعني ابن تيمية تكلفة إذن لما خال لاحظ 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 وين أنت هذه مشقية تفضل على الميدان له نحن على عقيدة السلف وتفضل وين عقيدة السلف ابن جبرين الوسيقة هنا تأتي من كتاب التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية لعبد الرحمن لعبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين الجزء الثاني المجلد المجلد الثاني الجزء المجلد أو الجزء الثاني الصفحة 11 طيب الصفحة 11 نقول ولا حاجة نكبرها قليلا ولا حاجة لنا لاحظ ويقولون إذا نزل شوف هنا ولا يتكلفون وراء ذلك ولا يتقعرون يعني نتكلم عن أهل السنة لاحظ أهل السنة يؤمنون بهذا الحديث حديث النزول وأنه ينزل النزول يليق به كما ويقول إن النزول هو مجيئ وإتيان ولا يتكلفون وراء ذلك ولا يتقعرون لأن المعتزلة والجهمية ونحفهم أخذوا يتساءلون يقول إذا نزل فهل يخلوا من العرش أم لا لأنه سواء قلت يخلوا أو لا يخلوا وقعت في إشكال إشكال أين ستقع فيه ليس الإشكال من الآية أنه استوى العرش ولا من الحديث أنه ينزل ربنا الإشكال من فهمك أنت إذا قلت أنه سينزل حقيقة بذاته نزولا عسيا بنقلة واستوى بذاته حقيقة يعني بمعنى اتخذ العرش مكانا له أو هو في جهة من فوق العرش هذا هنا سيأتي الإشكال من فهمك السقيم العقيم وليس من الكتابة ولا من السنة حاشة لله ولرسوله طيب نقول أنه المعتزل يتقعر ويقوله إذا نزل هل يخلو أم لا يخلو هل تكون السمات فوقه أم لا إذا يعني نزل شوف ماذا أجاب بن جبرين قال لا حاجة نقول لا حاجة لنا في التكلف ولا نسأل ولا نسأل شيئا وراء ذلك بل نؤمن بما أخبر والله تعالى ليس كمثله شيئا في صفاته وكذلك في أفعاله والنزول من الأفعال فنؤمن بذلك لاحظا هل أنزويت هل أصر تتخبى أنه يليق بجلاله وما لا نخوض أصلا لا تخوض إذن وثيقة أخرى هذه من فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي المجلد الأول طبع الدار الفضيلي المهم هنا العنوان نقرأ عنوان أخونا الشيخ ياسين الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبعا هذا أحد أعضاء اللجنة الدائمة الإفتاء ومن كبار العلم هو أصله مصري لكن أنا تحدث عنه سابقا لكن هو سافر السعودية وصار هناك يعني يعني تأثر بي وصار منهم يعني من الوهابية فالمهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول أخونا الشيخ ياسين الشيخ عفيفي مخالفا الشيخ ابن تيمية ماذا يعني يقول هذا عفيفي يقول نؤمن بالنزول في حق الباري ولا نقول يخلو أو لا يخلو منه العرش لأن هذا خوض في الكيفية ما شاء الله إيش هل وراء هذا فكما قلنا هذا يأتي بهذه الوثيقة أو يأتي بكلامي هذا من فتاوى العفيفي حيث يقول هنا كما قلنا في الجزء الأول صفحة صفحة 162 يقول فقال الشيخ أنه سئل الشيخ لاحظ هنا لاحظ لاحظ السؤال أصلا يعني بحد ذاته يعني هو يلخص يلخص المشكلة عنده يعني لأنه مشكلة في قضية أنه اختار شيخ الإسلام أنه لا يخلو فهنا يسأل يقول سئل الشيخ ما أرجح الأقوال في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى هل يخلو منه العرش أو لا يخلو أو نتوقف وهل الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام أنه سبحانه ينزل ولا يخلو منه العرش فقال الشيخ يعني الصحيح أن نتوقف لاحظ فنؤمن أنه على العرش ونؤمن أنه ينزل ولا نقول يخلو أو لا يخلو لأنه خوض في الكيفية لاحظتم